كل من يحضر له جنيه ذهب جنيه ذهب؟ اي نعم جنيه ذهب شلون؟ تعالوا شوف شلون تخيلوا معي احبتي في الله لو صدر قرار انه كل من يصلي الفجر في وقتها حاضرا له جنيه ذهب ما الذي سيحصل برأيكم؟ لرأيتم الناس ممكن انها تأتي من صلاة العشاء وتنام في المسجد حتى تكون في الصف الاول لصلاة الفجر سبحان الله كلامي مو مبالغة ليس مبالغة بل واقع مشهود صلاة الفجر احبة الاكارم هي الفارق ما بين الايمان والنفاق والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا الحديث يخوف وخطير وحديث متفق عليه صلاة الفجر صلاة مشهودة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القهامة الكثير منها مع الاسف يتهيأ للدنيا للدوام للمدرسة للمكتب للشركة ويحرص على المواعيد بدقة وهو ذكي وشاطر في امور الدنيا لكن في امور الاخرة كسلاة بطيء متسوف حتى إذا ما أتى الموت بغتة يتمنى وقتها الرجوع وأن يعمل صالحا كلا هيهات هيهات متتعرفون كل الزين ماك رجوع والأنكى من هذا أنه على قدر حرصه على الحياة الدنيا ومتاعها الزائل فهو يريد ما عند الله من نعيم باق وهو بهذا الكسل الشنيع عجيب أموركم صبحانك ربي والله يحفظكم وأهليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته